تعالى أقول لك الأول عبر ما تيجي معنا المداخلة كارات مجلس إدارة نادي الزمالك نارد نارد نادي الزمالك خد كارات قرر تعيين المستشار محمد نبيل محرم مديرا تنفيذيا للنادي وأيضا اعتماد الأجهزة الفنية والإدارية لكافة الألعاب الرياضية بالنادي الموسم 2023-2024 وإبرام واعتماد أقود اللاعبين المميزين موليد 2005-2006 بفرق الناشئين لقرة القدم بالنادي وعدادهم 18 لعب كمان تعيين الأستاذ الدكتور محمد عمر سليمان أستاذ طب وأجراحة العظام بكلية طب الأصر العيني مستشارا طبية متطوعة للنادي واعتماد تحقيقات الإدارة القانونية بشأن مخالفات وتجاوزات بعض الأعضاء العاملين بالنادي وإقاف من ثبت إداناته لمدة تتراوح بين 6 أشهر وسنة وشمل الجزاء إقاف أولياء الأمور حال وقوع المخالفة من الأمناء القصر وشمل القرار 14 عضوا تأكيدا لسياسة النادي في فرض النظام والاندباط أيضا تعيين الكابتن محمد حلمي رئيسا لقطاعات الناشئين بالنادي لقرة القدم واعتماد الهيكل الإداري النادي ولازل تم إعداده بمعرفة أحد أكبر المكاتب الاستشارية المتخصصة في مجال الهيكلة الإدارية طيب دعا نكمل مع نادي الزمالك وعبالما محمد جمالي جنة مصدر المقرب من أحمد مصطفى زيزو قال لنا أن نادي الشباب السعودي أرسل بالفعل عرضا رسميا لنادي الزمالك ده تبقى لمصدر مقرب من زيزو المصدر قال لنا أن بداية المفاوضات كانت شفاهية وبعد 48 ساعة أرسل نادي الشباب عرضا مبدئيا لنادي الزمالك بقيمة 6 مليون دولار مع تأكيد من مسؤولي النادي السعودي بإمكانية رفع العرض في حالة الدخول في المفاوضات ده عرض مبدئي من نادي أو الشباب السعودي اللي زيزو بس هو بيشوف رغبة الزمالك إيه الأول طيب بالنسبة للزمالك فالكابتر حسين لبيب والكابتر أحمد سليمان الكابتر حسين لبيب رئيس النادي والكابتر أحمد سليمان والكابتر حسين السيد اللي هم مسؤولين عن ملف كرة القدم في الزمالك رفضين تماما تماما فكرة بيع زيزو لكن في بعض الأصوات القليلة مش الكثيرة في مجلس إدارة نادي الزمالك شايفين أنه للا ليه لأ أزيزو يتبيع ونحاول ناخد عرض كبير من الشباب السعودي وده يحل كثير من الأزمات والمشاكل المالية في النادي ولكن ناحة تانية الرأي اللي بيقول لأ مستحين بيعزيزو شايف أنه بيعزيزو في الوقت الحالي ممكن يعمل مشكلة كبيرة للفريق على المدى الطويل وهيعمل غضب جماهيري كبير وطبعا هيبقى فيه صعوبة في تعويضه الآرب إيه؟ الآرب إن الزمالك شايف يبيعزيزو أنا بقول لك هون بنسبة كام؟ بنسبة 90% مش هادرون 100% عشانا مش أنا مش في المجلس الإدارة بس بنسبة 90% بحسب الرغبات الأكثر يعني إن الزمالك مش ناوي بيعزيزو بس عشان العشرة في المائة دي بقول لك وارد إنه الشباب يرفع عرضه يبع عرض مغري جدا لنادي الزمالك فنادي الزمالك ساعتها يقول لي لأ الله هو عنه بس ما عتقدش الزمالك هيبيعه بست ستة مليون دولار ولا تمانية عشرة ممكن يبدأوا يفكروا يتفاوضوا أكثر بس كده كده أقل من عشرة أنت الزمالك مش هيبيعه طب عشرة الزمالك هيبيع؟ لا مش أكيد برضو بس هنا بقى هنبدأ نتكلم في النسب المقاوي هقول لك والله خمسين خمسين ستين أربعين هنقعد نحسبها لكن أقل من عشرة كده كده ما في المائة الزمالك مش هيبيعه أنا بجيب لك من الآخر أهو يا طيب زيزو نفسه طلب من إدارة نادي الزمالك إنه يتم فاتح باب القيد عشان هو عايز يشوف الزمالك في تدعمات الفترة اللي جاء عشان هو حابب يكمل مع نادي الزمالك بس لما يبقى فيه فريق قوي فريق قادر على جايد زيزو مصدر آخر داخل نادي الزمالك قال لنا في رقم عشرة إن العبي نادي الزمالك حصلوا على 20% من مستحقاتهم المالية المتأخرة عن الموسم الماضي وقال لنا المصدر في نادي الزمالك إنه تم صرف إنه لم يتم صرف أي مستحقات مالية تتعلق بالموسم الحالي يعني هما صرفوا 20% من الموسم الماضي بس ما فيش أي حاجة تصرفت عن الموسم الحالي وإن اللاعبين حصلوا فعلا على مكافئات الفوز في المباراة بشكل منتظم منذ تواجد مجلس الإدارة الجديد برئاسة حسين اللبيب لكن لسه ما خدوش مستحقات الموسم الحالي